اكسترنال فاكتور ما اثر القرآن الكريم والحديث الشريف على لغة الشعر ومعانيه المرة اللي فاتت خدنا اثره على الاغراض وقلنا ان انصرف الشعراء عن كثير من الاغراض واستحدثوا اغراض جديدة مثل شعر المغازي والفتوح الذي فرضته دواعي الجهات في سبيل الله وفتح البلدان لكن هنا بقى القرآن الكريم والحديث اثره على اللغة ايه يبقى حاجات لازم تكون خاصة باللغة اول حاجة محاكاة الفاظ القرآن والسنة يعني الشعراء بدأوا يقلدوا الفاظ القرآن والسنة بدأت تلاقيها فين في اشعرهم بعد كده البعد عن غريب الالفاظ التوسع في دلالة الالفاظ والخروج بها من معنى الى معنى واستعمال الالفاظ جديدة كالصيام والصلاة والمؤمن والكافر ويمكن انتم شفتوا في نص العفو مأمول رغم ان اللي كاتبه لم يكن قد اسلم في هذا الوقت وهو الشاعر المخدر من اللي هو كعب بن زهير الا انه استخدم ايه الفاظ تدل على تأثره بالروح الاسلامية الفاظ كثيرة وقال العفو عند رسول الله ايه مأمول مهلا هداك الذي اعطاك نافلة القرآن وقال لهم ايه فقلت خلوا سبيلي فكل ما قدر الرحمن ايه مفعول كل دي حاجات ايمان بالقضاء والقضاء والرد بالقضاء والقضاء كل دي حاجات تدل على انه عنده بوادر ايه بوادر ايمانية وتأثره بالقرآن الكريم رغم انه لم يكن مسلما اذن هنا القرآن الكريم اثر في جميع الشعراء سواء كانوا جاهليين سواء كانوا شعراء جاهليين او كانوا مؤمنين او غير مؤمنين وده بسبب ايه بسبب فصحته وبلاغته واعجازه الذي لم يستطع ان يجاريه اي من الشعراء ما اهم اغلاد الشعر الشعر الاموي عندي الشعر السياسي عندي بعد كده الغزل عندي النقائد وطبعا الشعر السياسي دوت لما يجي اسألك يقولك علل ظهور الشعر السياسي او بما تفسر ظهور الشعر السياسي في العصر الاموي هتقوله لانه يعبر عن النزاعات الحزبية او اقوله بسبب تعدد الايه الاحزاب والصراعات الحزبية الغزل طبعا كان بنوعيه الصريح والعفيف وبعد كده عندي النقائد اللي هي تعتبر معارك هجائية بين الشعراء وكان أشهرهم طبعا الجرير والفرزدك والبعيث والأخطر ما خصائص الشعر الأموي من حيث السياغة السياغة دي اللي هو بناء القصيدة طبعا تقيد الشعراء بنظام القصيدة الجاهلية يعني فضل الشعراء ماشيين على البدء بالغزل والأطلال وبعد كده الوصف وهكذا ها زل الشعراء الحضريون يبدأون قصائدهم ببكاء الأطلال رغم اختلاف البيئة البيئة مختلفة بس هو متأثر بالشعر الجاهلي لسه طيب ايه كمان خلف بقى بعض شعراء الحجاز وده يجيلك في سؤال علل مخالفة شعراء الحجاز لمنهج القصيدة الجاهلية هتقول لأنهم جعلوا قصائد كاملة في الغزل يعني القصيدة كاملة غرض واحد بتتكلم عن الغزل البلاغة طبعا هتجيلك أبياد حاولت أغير لك المراد في الأسئلة أجيب لك فيها اختيار أكثر اختيار ممتعدد ده لأن طبعا أكيد الامتحان هيجي في اختيار ممتعدد في البلاغة مش هيبقى كله مقالي طبعا مرضو عدد الأسئلة هنا ليست هي الحكم على الفيصل على الامتحان ولكن زي ما قلنا بنجيب لك أسئلة كتيرة عشان نناقش في حلقتنا أكثر من فكرة وأكثر من موضوع طب الأبيات اللي جايبها لكم النهاردة بتقول لي أبيات جميلة أول أيق الشعورك بالمحبة إن غفى لولا الحب الناس كانوا كالدماء أحبب فيغض الكوخ قصرا نيرا وأبغض فيمسل كونه سجنا مظلما خد بالك جايب لك هنا شعارين متناقضين بقنعك بالإيه بالدليل أهمية حاجة وإيه وأضرار حاجة تانية يبقى ما يجي يقول لي إلى ما يدعو الشعر في الأبيات أنا أقول لك أيق الشعورك بالمحبة إن غفى لولا الحب أحبب أبغض الله يبهنا بيدعو لإيه لنشر الحب والعطاء ونبز البغض والإيه والقراهية آه الناس كانوا كالدماء ليه الدمية يعني ليه اللعب المتحرك خيال نوعه إيه خد بالك لما تلاقي الكاف إذا لقيت الكاف تعرف على طول إن هنا في تشبيه الناس كا تلاقي كاف أو كمثل مثلا يعني أو شبيه أو نظير أو يشبه أو يحاكي إذا هنا بتدور على أدات تشبيه إذا لقيت أدات تشبيه خلاص بأدات تشبيه يبقى باستبعد الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية أشوف بقى هنا نوع التشبيه طالما الكاف موجودة يبقى فيه احتمالين يا مفصل يا مجمل يا مفصل يا إيه يا مجمل المفصل أربع أطراف المشبه مشبه به أدات التشبيه يبقى ناقص واجه الشبه إذا لقيت واجه الشبه هيبقى مفصل ما لقيتهش أصبح ايه التشبيه هنا أصبح تشبيه مجمل أنا شايف الناس والدومي وهنا الكاف يبقى هنا ما فيش واجه شبه يبقى ده تشبيه مجمل لإن فيه كم طرف فيه سلاسة أطراف عملية بسيطة بص يعني عايزك تبقى هادي كده وانت بتحل هتلاقي الأمور بسيطة ويمكن وزارة تربية التعليم سهلت لنا الموضوع شوية أني خلت لنا مثلا في الفصل الدراسي الأول للامتحان تجريبي على أساس أنت تتعود على النظام ودي بعض الناس بيعتبر أنها كانت حاجة يعني عايزة أقول مدرة للطلاب لكن دي مدرة للطالب أصلا الفاشل اللي هو كده كده أصلا مش هيزاكن أصلا مش هيزاكن واعرف تماما صق تماما أني فيه طالب لو أنت جيت ليلة الامتحان كده وقلت له خد هو ده اللي امتحان يعني وزارة تربية التعليم نزلت كده على موقعها وقالت في القناة الرسمية والقناة التعليمية امتحان اللغة العربية غدا أهو بالزبط وخده ومن معلومات مؤكدة وثقة وثقة الطالب اللي هو اللي بتعود يزاكر صدقني هيقول لك لا الكلام ده مش مظبوط أنا زاكرت وهيقعد يزاكر إنما الطالب اللي هو بيتعلل وبالأعذار وبالحجاج هيقول لك ده مالوش لازمة ده مش مهم طب خلاص هو مالوش لازمة مش مهم ادخل انت وريني درجاتك ووري أهلك إن انت بتزاكر وإن انت طالب مجتهد إذن هنا الامتحان جميل أو إن هو يبقى بقى ريحية عشان خطر تتعود على النظام الجديد وما يبقاش عليك أي ضغوط نفسية نشوف بعد كده بيقول لنا إيه قيط الشعورك بالمحبة الأبياء التاني ويجي لعليها سؤال المحسن البديع بين شطري البيت الثاني بص معنى انه قال بين شطري يبقى مش طباق ولا جناس لأن الطباق والجناس دوت بيبقى إيه بيبقى بين كلمة وكلمة طيب ومعنى انه قال البيت الثاني يبقى مش تصريع لأن التصريع بيبقى في البيت الإيه الأول طيب نشوف كده نتأكد من معلوماتنا هو بقول لك أحبب فياخد الكوخ وكسرا نيرا وأبغد فيمسل كونه سجنا مظلما واحد يقول لي السلام أحبب وأبغد ده ايه يعتبر ايه طباق ماشي يا سيد بس انت لو قالك بين الشطرين خد معنى الشط أحبب فياخد الكوخ وكسرا نيرا الشطر ده بيقول أن في ظل الحب يتحول يشعر الفقيرة الذي يعيش في كوخ كأنه في كوخ كأنه يعيش في كسرا منيرا وفي ظل الكر يشعر الغني الذي يملك الدنيا كلها كأنها يعيش في سجن في سجن مظلم يبقى بينهم طبعا أكيد مقابلة ودي الإجابة الصحيحة والوقعية والمنطقية طيب بعد كده أيكز شعورك مش محتاجة أجيب لك الأبيات أنا بقول لك أيكز أيكز يعني يعني صحي صحي إحساسك خيال نوع بص بقى هنا إذا كان الخيال فيه حاجة شبه حاجة يبقى تفكيرنا هيروح على اتجاهين التشبيه والاستعار واستبعد بقى الكناية والمجاز المرسل طيب أبص هنا بقى إمتى أفرق بين التشبيه أو إمتى أعتبره تشبيه إمتى أعتبره استعار أشوف إذا توفر المشبه والمشبه به أصبح تشبيه إذا حزف أحز الطرفين أصبح استعارة لأن الاستعارة هي تشبيه حزفة منه المشبه أو المشبه به هنا بقول لك أيكز شعورك صحي إحساسك يبقى هنا تصوير للشعور بإيه بإنسان يا ستايكز فين الإنسان مش موجود خلاص إبقى دخلت في الاستعارة وتبقى الإجابة المنطقية استعارة وطبعا هنا هتبقى استعارة مكنية على أساس إن أنا حزفت المشبه به وأتيت بصفة من صفاته اللي هي كلمة إيه أيكز على سبيل اللي استعارة لإيه المكنية طيب بعد كده أسئلة بقى مقالية على البلاغ عشان تباين بقى الناس اللي بتستخرج كويس هنا بيقول لك استخرج إسلوبا إنشائيا انت قلت لنا يا أستاذ للإسلوب الإنشائي أمر ناهي نداء استفهام تماني بصيت كده لقيت أيكز ده إسلوب أمر ولقيت أحبب ده إسلوب أمر ولقيت أبغد ده إسلوب أمر وهنا بينصح يبايزا هنا إنشائي نوع أمر للنصح والإرشاد اللي هو أيكز أحبب أبغد أنا هنا أجيب لك السؤال مفتوح على الأبيات لكن بصي هنا أجيب لك سؤال على بيت محدد هنا بيقول لك استخرج محسنا بديعيا أسلمين التناقض إن أنا أقول لك هات محسنا بديعيا من الأبيات ما أنت هتجيب لي المقابلة اللي في الشطر الإيه التاني وكمان هتبقى فيها نقطة غير فنية في وضع الامتحال لسبب لأنك لو غلطت فيها وقلت عليها مثلا طباق يعني مثلا طلعتها وقلت عليها أي حاجة تانية غير المقابلة بس هي التباق كان ممكن تمشي لو قلت أحبب وأبغد لكن لو أنت طلعت أي حاجة غير الإجابة اللي كانت مطلوبة يبقى غلطت في السؤال مرتين وده يعتبر خطأ فني في وابع السؤال لكنها بقول لك هذا من البيت الأول البيت الأول بقول لك أيقذ شعورك صح إحساسك بالمحبة إن غفى غفوة هنا يعني إيه غفى يعني نام يبقى قدر أقول إنه أيقذ وغفى بينهما التباق والتباق بيوضح المعنى ويبرزه بالإيه بالتضاد طيب كده دي كانت البلاغة فاضل معايا سؤال فيها بسيط سؤال بقى ممكن يجي لك على المعاني ما هو مش لازم إن الأسئلة كلها تبقى مظاهر جمال ويبقى اسلوب إنشائي اللي هو الأسليب أو الألوان البيانية أو المحسنات البدعية لا يمكن الأسليب محسنات الألوان ده نوع من السؤال الفكرة ده نوع من السؤال علاقة الكلمات والكلمة دي جات ليه وعلاقة الجملة دي باللي قبلها برضو ده سؤال السؤال بيقولي بقى هنا السؤال بيقول ما علاقة فيغضو فيمسي بما قبلها أقرأ العلاقات خد بالك علاقات في الغالب بتبقى أشهر ثلاث علاقات ثلاثة تعليل نتيجة تفصيل بعد إجمال لكن في بقى بعد كده تأكيد في تفصيل في توضيح ولكن أنا قلت لك على السلاثة المشهورون هنا أو على السلاثة المشهورين أيقذ شعورك بالمحبة إن غفى في البيت التاني أحبب فيغضو أبغض فيمسي يبقى أنت لما تحب هيتحول الكوخ لقصر ولما تقرأ هيتحول الكون لسجن يبقى هنا العلاقة أكيد مش تحليل أكيد هنا نتيجة لما قبلها يبقى العلاقة هنا نتيجة بيعتبر بأدب بلاغة كراءة تعبير يعني بيعتبر جزء كبير من الامتحان أنا بعتبره دول بيسووا نص الامتحان لأن أنا بعتبر أن النصوص مش على توزيع الدرجات لأنه لم يأتي إلينا إلى الآن توزيع الدرجات على النظام الجديد ولكن أنا بعتبر أن النصوص والنحو هم نصف المادة ويمكن أن يعتبر هما مادة اللغة العربية كلها قائمة على النصوص والنحو لأن الأدب لمحات تاريخية النصوص أصلا أنت بتدرس البلاغة عشان تتزوق لإيه النصوص والقراءة والتعبير دي حاجات بتعتمد على فكرك وعلى ثقافتك وعلى عايز أقول على مجهودك أنت لإيه الشخصي طيب تعال نشوف نصوص النصوص برضو متحررة بنحاول نربط ما بين النصوص والمنهج اعرف تماما أن المنهج اللي أنت درسته لا يدرس هباءا أنت بشدرس المنهج عشان خاطر بنضيع وقت لا أنت أكيد وزارة التربية والتعليم وأكيد مكتب مستشار اللغة العربية حاطط منهج وموزع المنهج على الشهور لهدف هدف أن أنت ينمي قدرتك البلاغية ينمي قدرتك في التزوق النصوص ينمي قدرتك في اكتساب مفردات وأفكار ويعرفك أنت بتدرس نصوص جاهلية وبتدرس أدب جاهلي يبقى كان لازم أنت تاخد قصة قصة عن طرى بن شداد تاخدها ليه تاخدها عشان هتديك أولا حصيلة مفردات لغوية سنين هتطلعك على ملامح العصر الجاهلي والحياة الجاهلية والعادات والتقاليد اللي كانت موجودة في هذا الوقت والإنسان بيبني ثقافته كده ما ينفعش أن أنت تبقى ثقافتك محددة لا لازم لابد أن تدرس الماضي حتى تستطيع أن تتلف كل أخطاء الماضي في الحاضر وفي المستقبل طيب أول نص متحرر هنا هيبقى شعر طيب هنا بيقول إيه اقرأ الأبيات التالية ثم أجب ده قال عمر بن كلسوم خد بالك واحد يقول لك أنا شعر رفضي الشعر ده من أنا عصر لا معلش أنت واخد في الأدب حاجة اسمها المعلقات وعرفت أن شعراء المعلقات سبعة من ضمنهم عمر بن كلسوم وفي عريف المعلقات بنقول المعلقات هي قصائد طوال ها ظهرت في العصر الجاهلي وأعجب بها الناس لروعتها وجمال وجودتها وجمال جمال سياغتها صح كده يبقى احنا خدناها في العصر الجاهلي بقى ده شعر جاهلي هو هنا الشعر بيتكلم عن حروب في الموضوع زكر سيوف صح كده وزكر نطعن والطعن بيبقى بالرماح وزكر هنا سمر وممكن السمر دي تبقى بعيدة عليك شوية بس السمر هي الرماح طبعا سمر من قنة الخطية لدن ذوابل هنا القنة دي اللي هي قصبة الرمح اللي هي الخشبة بتاعت الرمح اللي بيبقى فيها السن أو النصل وديت من مدينة يعني لها مركة مشهورة من مدينة الخط البحرينية اللي كانت مشهورة في هذا الوقت بصناعة الرماح الصلبة المارينة وهنا أو ببيد يختلين البيد هنا طبعا الجامعة أبيض والأبيض هو رمز للصيف للسيف يبقى بالتالي قوم رحانة الرحة هنا هي آلة كانت أو آلة كانت بتطحن الحبوب آلة قديمة عبارة عن حجرين ولهم يد كده خشبية من فوق وانت بتحط الحبوب في وسطهم وتطحنهم قبل اختراع الأجهزة الحديثة فطبعا انت بش تاخد آآ الحجرين دول وتروح تطحن الأعداء بأكيد دي يقصد ان انت بتنقل المعرقة لأرض العدو وفي البيت التاني نطاعن ما ترخى الناس وعننا بندرب بالرمح لما الناس بتبعد عننا ترخى دي يعني بعده ونضربه بالسيوف إذا غشينا وإذا التحمنا طبعا يبقى الأداة المناسبة هنا هتكون السيف دي شوف الأسئلة طب الله كل حاجة عمال يقولك نطاعن نضرب ده هنا بيتكلم عن إيه وعن نفسه لأن هنا الضمير هنا ضمير متكلمين وهنا الضمير نحن ويبقى عن قبلته يبقى الغرض الشعر اللي بتندرك تحته الأبيات مفيش حكمة خالص في اللي بيقوله ولا الفخر ولا الغزل ولا شعر المغازي والفتوح أساسا شعر المغازي والفتوح في العصر الإسلامي أو عصر صدر الإسلام إذن هنا طبعا ده غرض الفخر هو الإجابة الصحيحة بل غرض الشعر اللي تندرك تحته الأبيات الفخر واخد بالك من المعلومة دي عشان نرجع لها بعد شوية نرجع للأبيات تاني ونشوف السؤال اللي بعد كده المحسن البديئي في البيت السالس تصريع بيستبعدتها لأن ما فيش تصريع بيجي في البيت الثالث جناس ممكن مقابلة ممكن طباق ممكن يبقى عندي ثلاث إجابات محتملة أرجع للبيت الثالث بصمر من قنى الخطي لدن ذوابل أو ببيد يختالين هنا كلمة صمر وهنا كلمة بيد خد بالك العكس في اللون هنا هي صمر يعني الرمح وبيد يعني السيف هم مش عكس بعد ولكن هنا التضاد أو الطباق هنا جاي في اللون اللون الأصمر واللون الأبيض يبقى طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى تباق جي لي الأبياد تاني ويجي لي بعد كده سؤال بيقول نوع الخال في قول الشعر رحانة لما تجي لك كلمة واحدة كلمة واحدة في الغالب في الغالب بتبقى يا مجاز مرسل يا إما كناية يا إما استعارة تصريحية يعني أنا بستبعد التشبيه وبستبعد الاستعارة المكنية طيب هي هنا مفيش كناية في الاختيارات يبقى قدام المجاز المرسل والاستعارة التصريحية رحانة دي يقصد بها يقصد رحة الحرب أو يقصد أنه بينقل المعركة والمعركة بتكون في قوتها عاملة زي الرحة اللي بتطحن الحبوب يبقى رحانة هنا هتبقى استعارة تصريحية أنه صور الحرب بالراحة ويمكن المثال دوت أنا جبته في حلقات سر التفوق في البلاغة وأنا بشرح الاستعارة وجبته في حلقات الصيف الماضي وأنا بشرح البلاغة في حلقات مدرسة على إيه على إيه ويعني مثال البده مش مجهول بالنسبة لأبنائنا طلاب مدرسة على هاو طلاب سر التفوق طيب السؤال اللي بعد كده خلاص احنا عرفنا الإجابة هي هتبقى الاستعارة تصريحية نشوف إجابتنا الخيال في قول الشاعر رحانة استعارة تصريحية طيب نجيب لك بقى بعد كده السؤال اللي بعده بعد ما نجيب الأبيات كالعادة نوع الخيال في البيت الثاني أرجع بقى للبيت الثاني بيقول نطاعن ما تراخى الناس وعننا بندرب بالرمح لما العدو يكون بعيد وندرب بالسيوف إذا غشينا ونستخدم السيف لما العدو يلتحم معنا ما فيش هنا حاجة شبه حاجة يبقى بستبعد استعارة وتشبيه كما أن هنا البيت طويل وما فيش كلمة استخدمت بمعنى آخر ولكن البيت كله بيدل على إيه بيدل على أن احنا عندنا براعة ومهارة في حسن استخدام السلاح المناسب ويبقى ده ما وراء اللفظ يبقى ده كناية يبقى اللي جابة هنا هتبقى إيه كناية نوع الخيال في البيت الثاني بعد كده الأبيات وييجي سؤالنا تتطفق آه حلو أو السؤال ده أوي تتطفق الأبيات السابقة مع قصيدة السماء ألفي حكمة هل الأبيات دي فيها حكمة فخر قبلي يعني بيفتخر بقبلته البدء بالغزل ولا كرم الديافة أكيد طبعا هي الأبيات دي بتتكلم عن الفخر والفخر هنا تلاحظ أنه فخر قبلي هنا الصوت القبيلة يعلو على صوت الفرد خد بالك السموأل أو عمر بن كلسوم بص كده في القصيدة لما نرجع لما نرجع للقصيدة تاني السموأل وعمر بن كلسوم عمرهم ما جابوا في قصائدهم اللي احنا درسناها ما جاب لفظ بيتكلم عن ضمير المتكلم كلها متكلمين ننقل يبقى نحن رحانة نحن ماشي نطاعن نحن نضرب نحن عنا غشينة يختلين لا دي يختلين دي مش هما غشينة كل دوت بيتكلم عن بيتكلم عن القبيلة يبقى ده طبعا اكيد هيبقى فخر قبلي طيب هنا بيقولك وردت بالنص بعض مظاهر البيئة الجاهلية خلاص احنا عرفنا بقى المظاهر بتاعت البيئة الجاهلية دي بنجيبها ازاي اللي هي من الالفاظ اللي موجودة من المعنى الموجود من العادات اللي موجودة هنلاقي قسرة الحروب لأدفة الازباب خلاص دي واضحة ان هو يعني مللك الابيات كأنك في الابيات كأنك في معركة تشعر بالرؤوس تتطاير والدماء تتناصر يعني تشعر انت شعور كأنك في معركة حقيقية التعصب القبلي وده واضح طبعا من خلال الفخر القبلي بعد كده استخدام الرماح والسيوف زكرة الرماح وزكرة السيوف ودي من أدوات الحروب ممكن يسألي سؤال تاني بقى في النصوص المتحررة يجيب لي ايه بقى المرة دي يجيب لي نص نسري على اساس انت دارس خطبة ودارس وصية ودارس ايه رسالة او دارس هذا العام رسالة ودارس وصية دارس وصية اللي هي من فنون العصر الجائري ورسالة اللي هي رسالة عبد الحميد اللي هي الكاتب اللي هي طبعا اداب صنوعة الكتاب من العصر القموي هنجيب لك احنا نص بقى ايه من العصر القموي قال قطري ابن الفجاء طب انا عرفت ليه ان ده عصر قموي اولا ده مش عصر جاهلة هو عصر اسلامي هو عصر ايه اسلامي وطبعا مش عصر جاهلة خالص ليه لان فيه اية قرآنية اذا هنا ده يدلني على ان ده ليس من العصر الجاهلة طيب انا عرفت انها خطبة لان بيقول لي اما بعد اما بعد دي تستخدم لفصل المقدمة عن الموضوع فاني احذركم الدنيا فانها حلوة خضرة حفت بالشهوات وراقت بالقليل وحليت بالامال وتزينت بالغرور غرارة درارة خوانة غرارة لا تعد اذا تهي تناهت الى امنية اهل الرغبة فيها والرضا عنها ان تكون كما قال تعالى كماء انذلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مكتدرا طيب نشوف كده الاسئلة بتاعتنا الفن النسر اللي يتبعه النص خلاص اجابة معروفة وقلناها هنا الفن النسر هيبقى الخطبة طيب بعد كده السؤال اللي بعده بعد الفكرة جملة فانها حلوة خضرة علاقتها ما قبلها ايه عشان وقتين هحاول انا اقول لك قال اني وحذركم الدنيا فانها حلوة ايه خضرة اذا هنا علاقتها ايه تعليل لما قبلها بعد كده الفكرة تاني ونشوف سؤالنا مصدر الموسيقى في قول قطري غرارة درارة خوانة غدارة دو الجملتين والجملتين هنا يبقى مش يبقى اننا لما جيبهم هل هو سجع هل هو ازدواج وارد يبقى سجع وارد يبقى ازدواج لكن حسن تقسيم لا ليه لان حسن التقسيم بيجي في الشعر فقط طيب سجع هي نهاية الفواصل درارة غدارة اه يبقى ده سجع طيب الجملتين قد بعض في الطول والرانين الموسيقي غرارة درارة خوانة غدارة اه يبقى هنا الاولى والثانية وهيبقى سجع وإيه وازدواج السؤال اللي بعد كده نوع الخيال فيه تزينت بالغرور هي الدنيا بتتزين اكيد هنا صورت الدنيا كأنها امرأة تتزين وصورت الغرور كأنه ادوات للزينة وفي الحالتين طالما صورت يبقى تشبيه استعارة وهنا طبعا طالما حزفت المشبه او حزفت المشبه به يبقى ما بقاش تشبيه بقى استعارة وهنا استعارة مكنية السؤال اللي بعد كده قال قطري طبعا دي الفكرة وبعد كده نوع المحسن البديعي بين غرارة وغدارة خد بالك بقى انا جيب لك هنا كلمتين كان وارد خد بالك ان هما يكونوا نهاية جملة فكان يبقوا سجع لكن هما مش نهاية جملة لان غرارة وضرارة هنا لو رجعت للفكرة كده هتلاقي ان غرارة جات في اول غرارة ضرارة وخوانة غدارة الاولى بداية جملة والتانية نهاية ايه جملة فبالتالي هنا هو مش سجع وطبيعي هما مش تباق وهنا مش ازدواج لان دي كلمة وكلمة مش جملة وجملة يبقى الاجابة المنطقية جيناس ناقص لان تشبه في الحروف واختلاف المعنى بعد كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الاستخراج من جملة لكن كتب العملية ايه صعبة لانت بتتدرب على الصعب ان شاء الله تلاقي السهل ايه سهل وربنا طبعا يسهل لك كل حاجة الفكرة بتقول ايه الطلاب اللبق اسلوبهم ينظر اليهم الجميع مقدرين مكانتهم الكراءة هي اساسة على فكرة الاعراب فرع المعنى اذا قريتها صح هتعرف تستخرج صح الطلاب اللبق اسلوبهم ينظر اليهم الجميع مقدرين مكانتهم اينما كانوا ويصبح كل منهم معروفا اسمه فعسى الله ان يجعلكم منهم اول سؤال بقولك استخرج فعلا ناقص الطالب الشاطر قال لي الفعل ناقص يا استاذ كانوا اخواتها بشرط ان يكون لها اسمه وليها خبر ولو ملقتش فعلا ناقص في الجملة بس طبعا ده ان شاء الله مش هيحصل طالما ان الامتحان محتوط ومراجع من قبل طبعا مركز تطوير الامتحانات او المركز البنك الاسئلة ومن قبل مستشار اللغة العربية اكيد مش هيحصل الكلام ده لما يقولك فعلا ناقص يبقى هو يقصد احصل الكلام يقولك فعلا ناقص يقصد ايه كانوا اخواته لكن لو ما فيش يبقى عندي المرحلة التانية بدور على كادة واخواتها هنا فعلا ناقصا هبص هلاقي في عندي كانوا وعندي يصبح طب كانوا دي شكلها صغيرة يعني شكل جملتها قصيرة لكن يصبح من اللي يصبح كل هنا ده اسمها يصبحوا ايه كلهم منهم يصبحوا معروفا خلاص في خبر يبقى ايزا هنا هيبقى يصبح وهيبقى اسمه كل طالما ليه خبر يبقى ده فعل ايه ناقص لكن لهو ملوش خبر وطلب مني فعل تام خلاص هشوف كانوا اينما كانوا مين اللي كانوا واو الجماعة اذا هنا كانوا يعني ايه يعني وجدوا اينما كانوا اي اينما وجدوا يبقى هنا الفعل التام كان والفعل بتاعه هيبقى واو الجماعة ما تجيش تقول لي ان الفعل ضمير مستتر تقديره هم اجابة خاطئة الضمير ليس مستترا الضمير بارزا ولكنه بارزا ايه او ولكنه بارز متصل كانوا طيب بعد كده نفس القطعة استخرج اسم فاعل واعرب معموله إذن هنا بالطبيعي بالبديهة كده إنه هو قالك إنه إيه إن اسم فاعل عامل هو ما قالش بس هي عابدوا لك عارب معموله بلازم يبقى عامل هنا في الفقرة هلاقي كلمة مقدرين اسم فاعل لفعل غير سلاسي من الفعل قدر اللي هو طبعا سلاسي مزيد بالطبعيف يبقى فعل غير سلاسي أوله مين مضمومة مكسور ما قبل الآخر اللي هو حرف الدال مقدر ما لكش دعوة بليأوي إنه إنه دي علامة جمع المذكر السالي يبقى هنا مقدرين معموله مين مكانتهم احنا اتفقنا معمول اسم الفاعل يا فاعل يا مفعول به مين اللي هيقدرهم هيقدروا إيه مكانتهم تبقى هتبقى مفعول به أكيد طبعا السؤال المتوقع بعد كده صيغة مبالغة تبقى لترتيب المنهج وبين معمولها هنا هلاقي في الأول وأنا بقرأ قلت الطلاب اللبق الطلاب الإيه؟ اللبق اللبق دي صيغة مبالغة على وزن فاعل صح كده يبقى اللبق وفيها ألف ولام إذن هنا بيعمل بلا شروط وهنا وراء معمول ظاهر إيه اللي لبق؟ اللبق وأسلوبهم يبقى هنا أسلوبهم هي المعمول ومش عاربها عشان هتيجي بعد كده طبعا السؤال اللي بعد كده اسم مفعول عامل وعارب معموله لقيت عندي معروفا أنا عايز أعرف هو عامل ليه أستاذ طب مقدرين كانت عاملة اللي هي اسم الفعل ينظر إليه من جميع مقدرين بس أنا ما قلتهاش عشان جايه في الإعراب مش عايز أحرقها لكن هنا معروفا خلاص إحنا إيه قلناها يصبح كل منهم معروفا اسمه طبعا هنا إحنا قلناها أنها خبر من يصبح يبقى معتمد على مبتدأ يبقى هنا معمول اسم المفعول بيبقى نائب فاعل وفي حالات ندرة أوي بيبقى مفعول إيه به لما بيكون نائب الفاعل ضمير مستثر وبيكون اسم المفعول من فعل المتعدي لمفعولين فهنا بيحل المفعول الأول بيصبح نائب فاعل والمفعول الثاني يصبح مفعولا به طيب يبقى هنا معروف وهنا معمول اللي هو كلمة اسمه وهيبقى نائب إيه فاعل نشوف كده الإعراب أو استخرج فعلا للرجاء خلاص بينا قوي رجاء عسى حرق لو لقى لقيت عسى عندي عسى الله أن يجعلكم بيسألني سؤال درجته مضمونة فعلي الرجاء هقول له عسى طب الدرجة المضمونة بتاعت إيه بتاعت حكم اكتران خبره بقى أن إحنا حفظين أن كده وقربة يقل عسى وأوشكة يكسر حرق واخلولقة يجب أفعال الشروع يمتنع يبقى حكم اكتران خبره بقى أن هقول له إيه يكسر عايز بعد كده أعلم ما تحته خط حطيه خطوطه الله بك أسلوبهم أسلوبهم ده كان معمول صيغة المبالغة خط بالك أنت بتتخدع في الامتحان يحطي لك خط تحت أسلوبهم ما بيجيش في دماغك حتة الفاعل والمفعول وحتة أن فيه قبلها اسم فاعل أو صيغة مبالغة أو اسم مفعول عامل بتفكر على طول في النعت في المضاف إليه بتفكر في الخبر بتفكر في حاجاته بتستبعي دي الكلام ده هنا أسلوبهم هتبقى إيه هتبقى فاعل مرفوع بالإيه بالضمة وهتبقى الكلمة التالية ينظر إليهم الجميع ينظر هنا هتبقى فعل مضارع مرفوع وعلمة رفعيه الإيه الضمة ينظر إليهم الجميع مقدرين كيف ينظر إليهم الجميع مقدرين إذا المقدرين دي إيه حال منصوبة بالياء وده يفسر إنها بالياء والإيه والنون ويفسر لك سبب العمل هنا لإن هنا إذا اسم الفعل أعرب حالا بيبقى عامل لإن هو بيتشابه مع المعتمد على إيه موصوف وهنا طبعا بيكون ده اللي برضو على الحال أو الاستقبال طيب هنا ويصبح كل منهم معروفا أعربناها معروفا وقلنا إنها إيه خبر يصبح منصوب بالفتح لا أسئلة بقى لبعض بين الأفعال التمى والأفعال النقصة وعرب ما بعدها فيما يلي تعاون الجميع فكان التقدم خد بالك انت تقدر من المعنى تعاون الجميع فكان من اللي كان التقدم كان إيه مفيش حاجة ومفيش خبر بيجي دامور مستتر كان التقدم أي حدث التقدم أي تم التقدم إذا ان كان هنا هتبقى التمى وهيبقى التقدم هتبقى إيه فعل طب نشوف مثال تاني على الأفعال التامة والناقص يظل الطائر يسعى حتى يبيت يظل هنا فعل من أخوات كان مين اللي بيظل الطائر يظل إيه المعنى ما كملش يسعى خلاص يبقى في الحالة دي عند الفعل يظل وناقص وهنا الطائر هتبقى اسم يظل لأن فيه خبر جملة فعليه اللي هو يسعى حتى يبيت آه يبيت هنا اللي هي الفعل باتة طب مين اللي هيبيت الضمير المستطر تقديره هو اللي عيد على الطائر هيبيت يعني إيه يعني يبات ينام في العش بتاعه إذن هنا يبيت هنا هتبقى تامة وهيبقى الضمير المستطر هنا اللي هو تقديره هو عيد على الطائر هيعرب إيه فعل ده برضو سيغة لسؤال أعرف ما تحتاخد سؤال بقى ده تقليدي وبييجي كتير وما نستبعدوش في الانتحان برضو بدأ المدرس يشرح وبدأ المدرس الشرح هنا الفعل بدأ من أفعال الشروع أفعال الشروع تعمل عملكانا وإخوتها بشرط أن خبرها يجي إيه أن خبرها يجي جملة فعلي هنا هنقولها بسرعة يبقى المدرس اسمي بدأ مرفوع بالضمة وهيبقى المدرس الثانية هتبقى فاعل مرفوع بالضمة بدأ المدرس يشرح وبدأ الطالب يذاكر انتهى الشرح أشكركم أبناء الأعزاء على حسن استماعكم وأشكر زملائي العاملين في قناة مصر التعليمية على جهدهم الوفير وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر من كل سوء ومن كل داء وأن يكون النجاح حالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر